إنا فتحنا لك فتحا مبينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين بدأت نشأة الإمام البخاري في حضن أبيه اللي كان وثيق الصلة بعدد من كبار أهل العلم وكان بيتردد عليهم ويرجعون إليه تربى الإمام البخاري في بيت علم لأب من علماء الحديث الشريف ولأم ورعة تقية عابدة قانتة لربها سبحانه وتعالى وبلا شك إن الجودة الجو العام هذا الجو العام غرس في نفس الإمام البخاري منذ نعومة أظفاره حب القرآن الكريم وحب الحديث الشريف وأصمر في نفس الإمام البخاري وهو صغير الشغف الشديد بطلب العلم عموما حتى نشأ الإمام البخاري وذلك فيه سجية وهوا وشغفة توفي والد أو إسماعيل والد الإمام البخاري وترك الإمام البخاري يتيما صغيرا اعتنت بي والدته وربته وأحسنت في تربيته وأرادت والدة الإمام البخاري له منذ أن كان صغيرا أن يكون عالما كأبيه فبدأت إنها تبعت وترسل به إلى مكتب تحفيظ القرآن الكريم ليكون من حفظة القرآن الكريم حتى إن الإمام البخاري نفسه يخبرنا إن في هذه المرحلة الأولى من حياته أثناء ما بدأ يحفظ القرآن الكريم كيف أن الله تعالى ألهمه حفظ الحديث في مكتب تعليم الحديث الشريف في بخارة وهو كان في الوقت ده دون العاشرة يعني أقل من عشر سنوات إلا إن أثناء حفظه للقرآن الكريم وببركة القرآن الكريم وللرعاية الربانية لهذا العالم المحدث الفقيه الجليل الإمام البخاري أن ألهم حفظ الحديث النبو الشريف أثناء ما كان يحفظ القرآن الكريم حتى هو قال كده وهو بيخط عن سيرته فقال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب أي وقت ما كان بيحفظ القرآن الكريم في مكتب تحفيظ القرآن الكريم وعرف بعد كده الإمام البخاري وتعلم بما تأدب عليه في المكتب مكتب تعليم الحديث الشريف دي زي ما تكون مؤسسات علمية كانت موجودة في زمانهم أشبه بالمدارس الآن يعني كان فيه مكتب لتعليم القرآن اللي احنا بنقول عليه الكتاب كان فيه مكتب لتعليم الحديث النبوي الشريف وكان ده موجود في بخارة لأنه الإسلام وصل إلى هذه الأماكن وقلنا بخارة هي الآن موجودة في مدينة أوزباكستان في أسيا في منطقة أسيا الوسطى في الوقت ده كانت فيه المؤسسات العلمية دي كتاب يحفظ القرآن آخر بيعلم الحديث النبوي الشريف وحرص والدة الإمام البخاري أنه هو من أول ما بدأ يفهم الكلام وأنه يقدر يحفظ بدأ اتخذه ليتعلم القرآن ويتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعرف بعد كده الإمام البخاري أن طلب العلم لابد فيه من الحفظ أنه يبدأ يحفظ العلم فانصرف إلى العلم بكل شيء ما كانش مشغول بأي حاجة وربنا سبحانه وتعالى هيأ له كده أنه ما يبقاش وراه حاجة إلا طلب العلم وبعد كده طلب العلم وتعليم العلم فانصرف إلى العلم تعلما وفهما وحفظا وبدأ ياخد كتب مشاهير المحدثين لأن نفسه مالت إلى أنه يتعلم حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام زي ما هو قال والهمت حفظ الحديث فبدأ ياخد كتب أشهر المحدثين في زمانه واشتغل بحفظ الحديث ومما حفظه الإمام البخاري في تلك المرحلة المبكرة في عمره اللي بيقول وقتها يعني عبال محافظ كتب يعني ما خدش وقت كتير على 16 سنة كان حفظ الكتير من كتب الحديث النبوي الشريف كان أول ما بدأ وهو لما بلغ السادس عشر من عمره ابتدأ مثلا بكتاب من ضمن الكتب اللي ابتدأ بها كتب الإمام عبدالله ابن المبارك عبدالله ابن المبارك مولود 118 هجرية متوسط 181 هجرية عبدالله ابن المبارك كان فقيه وكان مؤرخ وكان محدث يعمل في الحديث الشريف ورواية الحديث وكان شاعر في نفس الوقت كان إمام معتبر جدا رضي الله عنه اتفقت جميع المصادر اللي اتكلمت في سيرة الإمام عبدالله ابن المبارك على إنه كان طلابا للعلم يعني وكان عنده شغف شديد بطلب العلم وهو في ذلك كان نادر المثال رحل وسافر إلى جميع الأقطار اللي كانت معروفة في زمانه بإن فيها نشاط علمي في عصره فرحل مثلا في طلب الحديث إلى بلدان كتير جدا يعني رحل يمن مصر الشام الجزيرة البصرة الكوفة وغيرهم رحل كل ده طلبا للعلم وللحديث النبوي الشريف يعني الحديث كان واصل كل الأماكن دي في هذا الزمان المبكر في عمر التاريخ الإسلامي نعم كان واصل والحقيقة إن عبدالله ابن المبارك اللي سدنا الإمام البخاري بدأ يحفظ كتبه كان من طبعه إنه بينشد العلم حيث رأاه ويأخذ العلم حيث وجده ما يمنعوش من ذلك مانع كتب عبدالله ابن المبارك عمن هو فوقه الأسدزة الكبار اللي أقدم منه اللي أكثر علما منه واللي في نفسه عمن هو يعني مثله اللي في نفس مستواه العلمي وتجاود ذلك حتى كتب العلم عمن هو أصغر منه ما كانش بيوقفه شيء في طلب العلم أكبر منه ياخذ منه زميله ياخذ منه في نفس مستواه ودرجته العلمية ياخذ منه أقل منه ياخذ منه إن كان يفوق عليه في جانب من الجوانب العلمية كان لا يعني الإمام عبدالله ابن المبارك إلا الدقة العلمية كل دا إحنا بنحكي عن الإمام عبدالله ابن المبارك وإزاي الإمام البخاري كان حريص منذ نعومة أصفاره على حفظ كتب عبدالله ابن المبارك نزيد بعض المعلومات حول هذه الشخصية عشان مع حضرتكم نشوف التكوين العلمي للإمام البخاري اللي بيعترض على الإمام البخاري الآن وهو يجهل تاريخه وتكوينه العلمي وكيف كانت العواصم الإسلامية بما كانت عليه من حركة ونشاط علمي شديد يبقى هو ما فهمش إزاي التكوين دا الرعاية الربانية لهذا الإمام الجليل وفي ذات الوقت ما كانت عليه العواصم الإسلامية من العناية بالعلم وأهله والحرص على النشاطات العلمية العديدة والمتنوعة حرص الإمام عبدالله ابن المبارك على دراسة الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتعل بدراسة الحديث الصحيح على غيرها ولم يكن الإمام عبدالله ابن المبارك بيهتم بجانب الكم إنه يجمع أكبر كم من الأحاديث أو في عموما في جمعه للعلم بل كان اهتمامه دايما بيتوجه إلى إنه لانتقاء النوعي دافعه في هذا الأمر الأمانة العلمية والاستبراء للدين لذلك كان التثبت عنده العلمي هو المنهج اللي التزم به الإمام عبدالله ابن المبارك وأخضع له كل ما كان يصل إليه من أحاديث نبوية شريفة حيث كان يتحرى ما يقبل منها وما يرد من خلال الإسناد سلسلة الإسناد بتاعتها لأنه لو لا الإسناد ده هم دل اللي حملوا هذا الحديث لو لا هذا الإسناد لقال من شاء ما شاء فكان عنده عناية شديدة بمراجعة سند الحديث كما حرص زي ما ذكرنا عبدالله ابن المبارك على دراسة الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بها على غيرها حيث قال عبدالله ابن المبارك لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمة يعني عن ضعيفة ده أحد الآئمة اللي قام الإمام البخاري بحفظ كتبه كتب ذاك الإمام شوفوا منهجه قد إيه واضح وانشغل قوي بالأحاديث الصحيحة وكان ليه منهج واضح في قبول أو رد الحديث ده الإمام البخاري وغيره عكف على حفظ كتبه فحفظ الإمام البخاري كتب عبدالله ابن المبارك الكتب بتاعت عبدالله ابن المبارك دي اللي تكلأ اللي اللي وصفها يحيى ابن معين وقال إنها كانت يعني كانت كتبه التي يحدث بها الكتب اللي كان بيعلم من خلالها الناس حوالي عشرين ألف أو واحد وعشرين ألف يعني المعدود هنا إما أنه عدد الأحاديث عشرين أو واحد وعشرين ألف أو عدد الأوراق اللي بتحمل الحديث الشريف كان حوالي عشرين ألف الواحد وعشرين ألف وإحنا ما نقدرش يعني نستبعد هذا الرقم لأنه عبدالله ابن المبارك حمل الحديث عن ألفي شيخ من المحدثين لأنه رحلاته كانت كتيرة جدا 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 ونقل عن كثير من أهل الحديث وكان بيدون عشان نقول اللي بيتكلمه يقولك أصل الحديث لم يدون لأكت ليهم أصول بيرجعوا إليها فكانت في المحفوظ وفي المسطوري محفوظة أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال العرض اللي بنعرضه ده كمان بنأكد على إنها أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشرت في جميع البلاد شوفوا العلماء كانوا ازاي بيتكبدوا الكثير والكثير من المتاعب والمشقات من أجل أن يحصل على حديث بسند عالي ما بين الراوي وما بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد مش كتير من الرواه فيسافر ويروح عشان يسمع الحديث ويتحمل منه الحديث ويكتب هذا الحديث واللي بياخد منه الحديث أصلا موسق الحديث عشان الناس اللي بتتكلم بغير علم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عكف الإمام البخاري شوفوا من صغري خاد كتب عبد الله بن المبرك وغيري عكف كمان على حفظ كتب الإمام وكيع بن الجراح الإمام وكيع بن الجراح ولد 129 هجرية الإمام وكيع بن الجراح ده كان شيخ الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإمام الشافعي وغيره من أئمة العلماء الكرام عكف على كتبه الإمام البخاري وليه كتب مختلفة ليه في التفسير ليه في الزهد ليه في السنن ليه في الفضاء الاستحابة في المسند المصنف عنده في التاريخ يعني معظم كتبه كانت في فنون الحديث معظم كتبه كانت في فنون الحديث لأن أبواب العلم كانت بتعتمد على الرواية بالأسانيد شوفوا دقة العلماء في هذا الزمان المبكر في التاريخ الإسلامي فانظروا معي مقدار ما كان يشتغل به الإمام البخاري وهو ما جابش عشرين سنة مقدار ما كان يحفظ الإمام البخاري عن ظهر قلب مع المكتوب الذي كان يراجع عليه وهو أقل ما جابش ستاشر سبعتاشر سنة يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره وفي مدد وجيزة جدا حتى إنه تعجب أشياخه من سرعة حفظه ودقة حفظه للحديث النبوي الشريف لما نتعرف إلى ذلك هنتعرف على مقدار ما حفظه الإمام البخاري بعد ذلك وبعد كده ما نستغربش ونقول الله هو إزاي يعني انتخب الجامع الصحيح بتاعه أو انتخب الصحيح من ستمائة ألف حديث أيه ما هو قابل قرابة ألف شيخ نقل عنهم الحديث وكان دقيق لمنهج شديد جدا في قبول الحديث أو رد الحديث اعترف بهذا المنهج ودقة هذا المنهج جميع العلماء في زمانه وبعد ذلك إلى الآن لأنه قام بجهد في زمن مبكر قام بمنهج علمي خلي بالنا الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بتعلم الإنسان المسلم أن يكون عنده منهج يمشي بطريق واضح مرسوم محدد الملامح أنت عارف أنك في الدنيا في حياة مؤقتة في دار امتحان والله سبحانه وتعالى يرعان في هذه الحياة ويرعان في كل وقت سبحانه وتعالى ومآلك إلى الله سبحانه وتعالى للحساب وبعد الحساب يكون الجزاء على ما قدم الإنسان الفلسفة دي في حد ذاتها من أين المبدأ وإلى أين المنتهى بتعلم الإنسان أنه يحدد أهدافه كويس جدا أنا موجود في المكان الفلاني بعمل إيه وعشان إيه وحنتهي لإيه إن الإنسان أموره محددة عشان يقدر يدي لكل شيء حقه يعرف هو النهار ده في هذه الدار بيعمل إيه أنا في العمل ده المفروض أعمل إيه أنا من وراء ما أقدم له وأسعى إلى إنجازي الهدف بتاعي إيه فالعلماء دول شربوا المعاني دي لأن ما كانش حاجة بتشغلهم لا عن القرآن الكريم ولا عن السنة النبوية المطهرة فغاصوا في بحورها وفي أنوارها وكان ده ظاهر عليهم وعلى مؤلفاتهم وعلى شخصياتهم فكان الإمام البخاري وضع منهجا علميا دقيقا وثقه الله تعالى إلى إنه يضع أول كتاب خاص بالحديث الصحيح ودي كانت سابقة للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ومن استغربش بردو إحنا مثلا قولت بإزاي يعني في بخارة في هذه المنطقة في وسط أسيا إزاي وصلت أو وصلت هناك كتب عبد الله بن المبارك أو كتب الإمام وكيع كذلك لا كانت موجودة لأن الاتنين كلاهما الإمام عبد الله بن المبارك والإمام وكيع عليهم الرحمة والردوان كلاهما كان بيميل إلى مذهب أبي حنيف وكانت منطقة خرسان وبخارة من أهم معاقل مذهب أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليهم جميعا وبعدين ما اكتفاش الإمام البخاري بكده لما إحنا بنعب أو بنتكلم وإحنا بنتكلم عن سيرة الإمام البخاري دائما نقول الإمام المحدث الفقه نعم لأنه كان متميز في الفقه وده تقدر تلمسه أوي في أسماء أبواب كتابه في الجامع الصحيح لأنه هو كمان اشتغل الإمام البخاري بطلب الفقه على مذهب أهل الرأي اللي هو مذهب مين؟ مذهب الإمام أبو حنيف اشتغل وتدرب وقد تصل المسائل الفقهية ويتدرب عليها كما كان يتدرب على تمييز الحديث الصحيح من السقيم عليه الرحمة والردوان وضع الإمام البخاري لنفسه منهج دقيق جدا في طلب العلم فمع أنه كان يروي عمّا فوقه ومثله ودونه من الشيوخ كان بيروي في كل الطبقات اللي كانوا قبله أو اللي كانوا معاه في زمانه أو من هو أقل من ذلك إلا أنه كان شديد الدقة كان بيدقق جدا مع الشيوخ اللي بيتلقى اللي بيروي عنهم من غير المشاهير كمان بالذات من الأئمة يعني المشاهير معروفين فلان ده تلميس فلان خد عن فلان كذا كذا إلى أن يرفع الحديث إلى سيدنا رسول الله عيسات والسلام يجي هو الإمام البخاري يرى بعض رواة الحديث اللي مش مشهورين كان يدقق قوي فيجيب الراجل الراوي ده يسأل الرجل عن اسمه وكنيته ونسبه وكيف تحمل إزاي جاب منين الحديث وسمع من مين عمّا نقل هذا الحديث الذي يرويه فإن لم يكن من أهل الحفظ والدراية ذلك الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه الإمام البخاري لو حسوا كده مش متسبت يقوله هات أصل الكتاب الذي تنسخه من أو الذي تنقل عنه هذا الحديث الشريف فيستعير منه الإمام البخاري وينسخه يقوم بناء الحديث بالسلسلة ويحقق ويدقق بشدة الحرص ده من الإمام البخاري هو اللي وصل الإمام البخاري إلى أعلى المراتب بين أهل عصره ومن بعدهم فرحم الله تعالى رحم الله الإمام البخاري وجزاه عن الأمة خير الجساء اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين مرحبا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون مرحبا بالجميع سريع نذكر بصفحتنا صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة نادية عمرة ده اسم صفحة ناخد من معنا أستاذ ناهد أهلا بيك يا فند أهلا يا فند أهلا بحضرتك يا دكتورة نادية والله أنا بحب حضرتك خالص ومتابع حضرتك من زمان الحمد لله وبنتعلم حضرتك إحنا بنتعلم منك حاجات كثيرة خالص جزاكم الله خير والله يعني أنا بحب جدا الله ربنا أعلم ربنا أبارك فيكم أنت حضرتك بدأتفضني مشكورا بتجاوب على كل سؤال إحنا حضرتك بنسأل يعني كل سؤال إحنا عاديين نسأل ولك إنت حضرتك بتجاوبين علي وما توفيق الله بالله وأنا أقوم نزل بس أنا في قرب بس أنا وأولادي خيرا وتتبعي الأم المريضة والأولاد أختي بارتو والأولاد أختي أنا أولادي عبد الرحمن وندرة ودعاة عبد الرحمن وإيه وندرة ودعاة والوالدة والوالدة الوالدة أي والوالدة مريضة عايزتي تبعي للوالدة والأولاد أختي حاطر ماء وأحمد ربنا بس يكرمنا بس حاطر إبداعينا بس ربنا يفك كربنا بس آمين يفك كرب كل مكروب بسر الحي القيوم بسر الحي القيوم أستاذ أمت الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وقلبها يعني كويسة معنا خلص حتى لغضوطنا في حقها لستمحنا على طول يا رب يجبر التقصير نسأل الله أن يجبر التقصير آمين يا رب آمين يا دكتورة هي عندها نسنة الوقت وأخوها أصبر منها وديتها ومامتها طبعا متواصلين لها ميراث بتطلب من 30 سنة كلما تكلم أخوها يقول لها لها بيت وأرض يعني لا حق فيهم ومفتل هي وخوك يقول لها الظروف الظروف صعبة صبور شوية صبور شوية هي نفستها تعبانة وزعلان فيها مكلماني أن أنا أكلم حضرتك هي تعمل إيه هما ما عملوش إعلام مراسة ساعة ما توقف فيها لا 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 والأمور متسابة كده ما فيش حد في العيلة كبير ممكن يعودوا قاعدة كده هي كلما تكلم حد من نحيتهم ما حدش يعني نظام ما يغلل الجماعة الثانية أكتر يعني سلامها نفتح تمواضيع فيها حتة بقى تميز ذكور وإناس والجزئية دي يعني عشان البنات ما تاخدش الحاجة وكده مش عافة الله دكتور بس ما فيش اللي وارد وبنتي بس ما فيش اللي هي مامتي واخوها ما قد يميل الذكور في العائلة أنه أخوها بما أنه راجل هو اللي هيزياخد الحاجة وتحرقها بيصلي وعارف ربنا وعارف أنت شارع بيصلي بيصلي وعارف ربنا وعارف شارع الله يطبق شارع الله يطبق شارع ربنا بتقول مش عايزة أتكلمه هي زعلانة أنه تعيش 62 سنة وجزء من عمرها ده بعد وفاة الوالدين أو أحدهما وما تاخدش حقه ما تبقاش حرة التصاري تبقى محتاجة لشيء وعندها والتاني بيمنعها حقه إلا لو فيه شيء إحنا ما نعرفوش تاني يعني أنا العهد على الرأوي يعني اللي بيقول السؤال ولا إيه أمات الله فيه حاجة تاني حابة تضي فيها تسمع حضرتك يا ريت جاو بيها حاضر سلملنا عليها كتير أستاذ مازن تفضل أخي الفاضر أستاذ مازن ألو أيوة يا أستاذ مازن تفضل كان فيه سؤال بس لحضرتك كنت بصلي العصر مرة كان الإمام غلط المفروض صارت العصر أربع رقعات الإمام غلط منها ثلاث خلق عدس أنا جيت وهو بينهي أمت وقلت الله وقلت الله أكبر عشان ياخد باله اللي أنا أم أخد كمان مرة بس هو ما مش كده عاوض يجعر في صلاته البطلة ولا لأ وإنت كملت ماذا إنت كملت الرقع اللي بقى أيوة تمام شكرا يا مازن معنا سيد أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وأسهلاً لحضرتك يا دكتور الحمد لله فضل ونعمل أنا مصدف جداً نعم بكلمت لأول حاجة ربنا يبارك فيك ويا سعيد ويجعلنا وإياكم من سعداء الدارين اللهم أمين ماشي السؤالي إن شاء الله أنا متجوزة في أجل 16 سنة ما شاء الله أه وجوزي بصي كل حاجة كويسة فيه كل حاجة حلوة فيه كريم معطاو بيشد أهلي ما بيعملش مشاكل لو ما عمل ما بيقولش الحد لأ كل حاجة كويسة فيه إلا عب واحد بس إلا ما بيصليش كلبتي معك كتير في رموضاتها ويساعة ما بيصومش رموضاتها وهو شغال سواء ساعة بيبعض طريق بس في أيام بيفضرها هو يوم ما يصدر أنا بزعب يوم ما بيصوم أنا بفضع أكيد تمام فهو ما بيصليش سامعي تعالى هو ما بيصليش يعني عارف أن الصلاة فردي يعني بس هوم بيكسل كده يعني لا مش بيكسل هو من مشقته ما تعلمش أن الصلاة واجب علي يعني لا يبناش أبدا ماشي هو ما أهملوا تربيته لكن هو عارف أن فيه صلاة وعارف أن الصلاة دي ركن دي ركن من الأركان من أربع أولاد كلنا من صلوا ولو هو قاعد والأدن أتنى وإبنه مقامش يتوضط وصلي بزعاب طيب يعني هو معترف بفرضية الصلاة ده اللي أنا يهمين يعرف تمام أنت سؤالك تحديدا أعمل إيه معاه أسقط مش قادرة من جويات عدف المتايق بتدعيله ولا لأ يا محمد بتدعيله والله استمر 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 حاضر حرد على حضرتك أستاذ محمد معانا مين أستاذ عربي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً يا أستاذ عربي تفضلي فان أبويا من الوقت في عام ده سبعة وثبعين سنة أه ما كانش فيه بيصال ما كانش بطلق صدقة ولا ذكا وهو قدل الكورونا ومتواجد 2021 21 هم عاوز أطلق للصدقة وزدقة كان عشان ربنا يخسر طب أنا حسأل سؤال هل الأملاك بتاعته كانت حاجة يعني تصل إلى إنها لنصاب الزكاة انت عارف نصاب الزكاة ولا مش عارف نصاب الزكاة لا اطلع له كان يعني انت تقولين عن المبلغ ما انت حريك عايز تطلع الزكاة فلازم نبقى عارفين هل الحاجة بتاعته دي وصلت ان هي وصلت لنصاب الزكاة ولا انت مش عارف نصاب الزكاة لا ما عارفش الزكاة يعني اطلع له المبلغ كان انا بطلع الطبقة الاياميلي بطلع حوالي في الشهر الوثمية اللي بتقدر عليه بتطلعه لكن انت ممكن ما تبقاش عارف ازا كان هو بيطلع ولا لا 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 هو ما كانش اطلع هو الناس ما كانش اطلع ما كانش بيطلع ولا كان بالذكاة يعني الاركان يعني لا صلاة ولا صوم ولا زكاة اه هو كان انوختي ربنا ايه نعم ترجل انوختي مش سمع اتنين وتمانين ايه وفتا كده اه المراض يعني انوختي لك اثمان وتمانين وفتا اه انت طحين يا عشان يعني كل ربنا اراض عنه اطلع لصدك ايه ودك ايه اه حدديني المجهة وانا اطلع لك حاضر حاضر ربنا يغفر الله ويرحم ربنا يغفر الله ويرحم وتجاوز عن سيد هنطلع الفاصل اه السادة المشاهدين الكرام وبعد الفاصل نبدأ فيه الرد على الاسئلة وكان فيه سؤال من امس وفيه سؤال من قبل كده نسأل الله سبحانه وتعالى انه يبارك في الوقت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اهلا وسهلا بحضراتكم الاستاذ ناهد طلبت ان ندعو لها ان شاء الله استاذ ناهد زي ما وصطينا وانا كتبت الاسماء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينني على ذلك وان يجعلنا اهلا للقبول نذكر بان احنا نردد عايزة ادعية لفك الكرب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وما كانش فيه اشد من الكرب الذي تعرض له يعني اذا احنا تصورنا حلنا مكان سيدنا يونس عليه السلام كان فيه كروب وليس فيه كرب واحد فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وكمان ذكر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قد رتقطك تقولي ولو كان كرب شديد نكسر من العدد وستري عقب ذلك وسترينا ان شاء الله عجبا بعد ما تقولي ذا ذكر ذا بكسرة والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان لا اله لا حول ولا قوة الا بالله كان هذا الذكر شفاء من تسعة وتسعين داء ايسرها الهم فنسأل الله سبحانه وتعالى دوام ملازمة ترديد هذا الذكر وان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا الى ان نكون من الذاكرين الله والذاكرات كمان نكتهد ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى وكده نصدق وان احنا وانحنا بنتوجه ندعو الله سبحانه وتعالى واحنا عندنا يقين تام فان رب العالمين سبحانه وتعالى سيجيب الدعاء ونتجه اليه بصدق في التضرع بتاعنا ونرتقي باوقات الاجابة وانا اثناء السجود في الصلاة بعد ما اسلم من الصلاة وانا صايم عند الافتر اذا الناس بتتطوع بالصيام في يوم الجمعة فيها ساعة مباركة مقبول فيها الدعاء في التلت الاخير من الليل عقب جميع الصلوات الانسان يذكر ويقرأ القرآن وعقبها يتوجه الى الله بالدعاء ننتخب هذه الاوقات والاحوال الشريفة نتوجه بها نتوجه فيها الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وندعو الله على كل حال لكن السنة او الوحي الشريف عموما امر العبد المؤمن انه يتحرى هذه الاوقات الازمنة والاحوال الشريفة فهي ارجى بقبول الدعاء بالنسبة ليه الستة امت الله والدتها اتنين وستين سنة ليها اخ معندهاش غير اخ واحد ليها مراس كان ليها فيه بيت وارد وهو لم يعطيها المراس من بداية الامر طيب هي ليه الستة الوالدة سكتة كل الوقت دا يا امت الله هي مش عايزة تتكلم لان فيه بعض اللي بيبقوا محرومين من مراسهم مش عايزين العلاقات يحصل فيها اضطراب لكن الامر ان احنا مقصرين برضو لان اللي هو بيعمله الاخ من شأنه انه يخلي فيه اضطراب وفيه شحناء وفيه الناس تكون زعلانة من بعضها وفيه غصة في الانفس انه الانسان له حق فيه بيت وارد ولم يأخذ ذلك الحق انا بجاوب بناء على اللي حضرتك تفضلت بيه طيب دلوقتي هذا الاخ خالج دا بيحرم مستحق من ميراس دا آثم وللأسف بيأكل مال ليس له الحق ان ياخده وبيأكل هذا المال بغير وجه حق واذا الانسان اخذ مالا بغير وجه حق فطعم حراما نسأل الله السلامة حنبدأ بتوسيط العقلاء لان احنا دائما بنقول بنحاول نعالج المشكلات في دائرة التراضي فنشوف مين تحتكمه اليه في العيلة الولدة تكلمه وتقول له انا عايزة ميراسي عايزة ااخد حكتي اللي اخويا يعني حيشها عني وبعد كده بعد ما حاولنا في دائرة التراضي ما امكانش ان نتحول بعد ذلك الى دائرة التقاضي بان انا استدعى الامر في الحالة دي ادخل محامي ماهر امين لا مانع عشان انه تاخد حقها ولا مانع في الحالة دي انها بتتجنب من باب الضغط عليه من دون نية القطيعة حتى يأتيها بحقها يا امت الله الاستاذ مازن كان بيصلي خلف الامام في المسجد فهو بيقول ان الامام اخطأ في الصلاة هو مش اخطأ هو نسي حضرتك بتقول نسي ركع من ركعات صلاة العصر فصلا تلاتا كما ظننت حضرتك وليه وحضرتك بعد كده كملت الصلاة كملت الركع اللي فاتتك انا قلت ليه كما ظننت لانه حضرتك الاولى اللي حضرتك عملته صح وصلتك صحيحة ما عنديش اي مشكلة في هذا الامر لكن هل الامام فعلا نسي محدش نبه الامام غير حضرتك فقد يكون حسب ظن حضرتك انه نسي الركع دي ما نبهوش غير حضرتك انت اللي كنت فيه مأموم خلق المأموم الوحيد الذي نبه الامام وقال وايه وكبرت بصوت مرتفع واكملت الركع المتبقية فلو كان فعلا هو نسي وكل المأمومين اللي حوالي دول بيصلوا خلفه لم ينتبهوا الى نسيانه الركع الرابعة يبقى كده صلاة وصلاة هذا الامام بطلة طيب لو انت الوحيد اللي كان ده ظنك وهؤلاء لا ده اكمله الاربع ركعات وانت اللي ظنيت ان هي تلت ركعات يبقى انت في الحياة اللي دي كملت الركعة اللي بقية فصلاتك صحيحة وصلات الامام صحيحة كذلك يا صاحب السؤال الاستاذ ماذي السيدة ام احمد متجوزة من 16 سنة كل حاجة كويسة مع زوجها لكنه لا يصلي ولا يصوم ولكن اذا شاف حد من ولاده ما بيصليش بينبههم الى انهم يصلوا انت الكلمة دي تقول لي انه هذا الزوج يعترف بفرضية الصلاة وبانها ركن من اركان الاسلام هو لم يتعود لم يتربى في بيت بياخد بئدين ولاده على انهم يعلمهم الصلاة ويعودهم على الصلاة فهو ما تدربش عليها ومن هنا بنركز على فكرة ان احنا نخلي بالنا على ولاد منذ نعومة اصفارهم وهما صغار يتدربوا على اركان الاسلام وانحاول معاهم كما انه هما يتعودوا على محاسن الاخلاق كل ده ولما بتزرع في الصغر بيبقى سهل على الانسان في الكبر واده نموذج امامنا انه لم يعتد على ذلك رغم انه عارف يرى فرضية ذلك لانه بيأمر ولاده بالصلاة التي هو لا يصليها الحالة دي اللي مطلوب من حضرتك الصبر والدعاء والنصيحة برفق وانك تحاولي تعاونيه على ده تقوليله طب يلا قوم بس توضي نصلي مع بعض الصلاة دي جماعة طب قوم نصلي الفجر وتكتهدي قدر طاقتك ما تيأسيش ادعيله انه ربنا سبحانه وتعالى يفتح مسامع قلبه الى ذكر الله تعالى اللهم امين اجمعين يا رب العالمين ده اللي مطلوب من حضرتك ما فيش حاجة تانية مطلوبة من حضرتك الصبر النصيحة بالحسنة والدعاء الدعاء الدعاء لهذا الزوج ولعل الخير الذي يقوم به يكون سببا في هدايته ورجده يا رب الاستاذ عربي ابو توفي من سبع وسبع كان عنه سبع وسبعين سنة تقريبا كان لا يصلي ولا يزكي جاء في وقت الكورونا وتوفي هو عايز يتصدق ويزكي ويطلع الزكاء اللي كانت عليه هو حدك مش واجب عليك هذا الامر الان وإحنا لا نعرف على يعني على صفة التحديد هل كان يزكي او لا يزكي فعلى اعتبار زي ما حضرتك معتقد وتظن بانه كان لا يزكي فحضرتك تصدق وكل صدقة الله حطلح بنية الزكاة من الزكاة اللي كانت عليه والله إن كان لا يزكي نرجو قبولها وإن كان لا يزكي يبقى حتتحسب من اللي عليه كان يزكي حتتحسب للصدقة من الصدق أو لصدقة لهذا الوالد المتوفى وده على حسب طاقة حضرتك لأنه لا يجب عليك ذلك لكن من البر بالدعاء ومن البر بالاستغفار ونحن أمرنا بذلك أخي الفاضل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة والصلاة انت بتتطوع بالصلاة عن هذا تتطوع بصلوات وتوهب ثوابها لهذا الوالد المتوفى لأنه لا تجوز النيابة في الصلاة الفرد يا أخي الفاضل وأكتر له من صنيع الخير وهب له مثل الثواب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات سطر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة